دخل لبنان منذ أيام في مرحلة استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية هذا الاستحقاق يجيء وسط مشهد مزدحم بالتصريحات بين الساسة وقادة الأحزاب ووسط خلافات يبدو بأنها أخذتهم بالاتساع حول شكل وهوية الرئيس المقبل وبين ثنائي المشهد تبرز السئلة حول دستورية حكومة تصريف الأعمال وبقائها من عدمه في حال دخلت البلاد في مرحلة فراغ أو شغور رئاسي اقترب عهد الرئيس ميشيل عون من النهاية فالرجل وصل إلى بعبدة بعد فراغ رئاسي دام سنتين ونصف السنة بسبب تأخر التوافق بين التيارات السياسية أنذاك اليوم تغير الكثير وبات لبنان أمام معادلة معقدة فإرث العهد ثقيل كانت آخر نتائجه أزمة اقتصادية قاسية لم تشهدها البلاد منذ استقلالها فضلا عن أن العهد مر بفصل انتفاضة ميدانية وصل صداها إلى حد المطالبة بإقصاء الطبقة السياسية كاملة إلى جانب تصنيف انفجار مرفأ بيروت بالمأساة التاريخية التي لا تزال نتائج التحقيق فيها غائبة وسط المآسي الاجتماعية وغياب الأفق السياسي تبدو المعطيات الأولية لخليفة ميشيل عون معقدة خاصة وأن الأحزاب التقليدية لم تستطع حصة أغلبية برلمانية ولزعماء الأحزاب موقف له تأثيره فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع متفائل ويعمل بالتوصل إلى مرشح موحد للوصول به إلى مجلس النواب كما أنه رافض لترشح غريمه جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر المتمسك بموقف رافض لتسليم السلطة إلى حكومة مستقيلة وهو موقف يبرز مع مرور التيار بموجة خلافات غير بعيدة عن ملف الاستحقاق الرئاسي فضلاً عن أن باسيل وجعجع يرفضان سليمان فرنجي زعيم تيار المردة الذي يرغب من جانبه بأن يكون مرشح إجماع سياسي من جانبه يقف حزب الله على مسافة واحدة من الجميع فالواضح أن الحزب يتروى في تحديد موقفه من الاستحقاق الرئاسي المرتقب خصوصاً بعد لقاء جمع قادة من الحزب بيلي براغماتي ولي جون بلات زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وبحثهم ملف الرئاسة بالتأكيد ومع اقتراب مغادرة عون قصر بعبدة يبدو أن بوادر الاتفاق على شخصية تخلفه غائبة عن الفرقاء المارونيين وهو أمر يهدد الاستحقاق الرئاسي ويضعه على حافة الدخول في فراغ الرئاسي لطالما ألفته البلاد مع انتهاء ولاية كل رئيس ولكن هذه المرة يبدو بأن الكلفة أكبر بسبب المعاناة من انهيار اقتصادي وأحوال معيشية صعبة فضلاً عن مشهد إقليمي ودولي يبدو أنه لا يضع لبنان على رأس جدول أعماله للمزيد الرحيم بضيفي من بيروت جورج عقوري الكاتب الصحفي وكذلك وليد الأشقر عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر أهلاً بكم أستاذ وليد سأبدأ معك من التيار الوطني الحر التيار كيف يستعد لي معركة الرئاسة مع بدء العد العكسي للمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية الشهر المقبل مع من ينسج التحالفات وينصق التيار الوطني الحر يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية للخروج من الجدل القائم هل هناك حكومة تصريف أعمال تستطيع أن تكون مكان رئيس الجمهورية أو تحل محل رئيس الجمهورية أم لا الحل الأنسب لهذا الموضوع هو إجراء انتخابات رئاسية في موعدها وهذا ما يدعو إليه التيار الوطني الحر ونحن قد دخلنا مهلة الشهرين الدستورية ونأمل من رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن حتى الساعة لا تبدو الصورة واضحة لدى أي من المرشحين ولا يبدو أن أحد من المرشحين يستطيع أن يحصد ثلثي أصوات المجلس النيابي لأن الدورة الأولى تحتاج إلى ثلثي الأصوات وتاليا نحن متجهون لربما إلى دورة ثانية وثالثة ورابعة ولكن بالتأكيد هاجس التيار الوطني الحر الأساسي هو عدم الوصول إلى 31 تشرين الأول بمقعد فارغ في رئاسة الجمهورية في بعبدة ونحن نأمل من الأفريقاء جميعا أن يشاركوا في أي جلسة انتخاب بغض النظر من هو المرشح الذي سيفوز إلا أن العمل الديمقراطي هو الأساس نعم ألف من هذا القول أن سيد جبران بسيل ليس مرشح التيار لهذه الانتخابات هل يتخلى عن هذا الكرسي لصالحي مرشح توافقي توفيقي محايد أم ماذا؟ ما قالت هيك أبدا جبران بسيل هو رئيس كتلة نيابية وازنة في المجلس النيابي وهو بطبيعة الأحوال مرشح طبيعي للانتخابات حتى لو كان حتى الساعة يرفض هو بنفسه أن يعلن رغبته في الترشح إلى رئاسة الجمهورية لكن بنظر الأفريقاء السياسيين هو مرشح طبيعي إلى رئاسة الجمهورية كما أن هناك مرشحين طبيعيين آخرين لكن بطبيعة الأحوال لا جبران بسيل ولا غير جبران بسيل يستطيع اليوم أن يجير أصواته أو الأصوات المؤيدة له إلى فريق آخر إذ أنه حتى الساعة لم يتم أي توافق على مرشح توافقي وبالتالي التيار الوطني الحر إذا كان سيتجه غدا صباحا إلى مجلس النواب فهو بالتأكيد سيصوت لصالح جبران بسيل في هذه الانتخابات لكن المعطيات تشير أن الدعوة إلى هذه الانتخابات لم تحدد حتى الساعة ويبدو أن رئيس بر يتريث في الدعوة لهذه الانتخابات لربما يعتقد أن هناك توافقا ما سيحل في الأيام القليلة أو الأسبوع القليلة المقبلة لكن بطبيعة الأحوال أعود وأؤكد أن التيار الوطني الحر سيشارك في هذه الانتخابات وسيشارك في التصويت لمرشح التيار الوطني الحر الطبيعي جبران بسيل نعم طيب أستاذ جورج عقوري تتكرر كلمة الأفريقاء وجاءت كذلك على لسان الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية بالقول أن على الأفريقاء مسؤولية الاتفاق على اسم واحد للرئاسة من يقصد الأفريقاء؟ هل هم حلفاء القوات؟ هل هم التغييرين؟ الكتائب؟ الحزب التقدم الاشتراكي من من وجهة نظريك؟ بالعودة إلى الانتخابات النيابية الأخيرة وفور انتهائها وأغلاق صندوق الاقتراع كان موقف دكتور جعجع واضحا أن سمة نواب وصلوا تحت شعار تغييري وسيادي وإصلاحي وهؤلاء جميعا كانوا خارج حلف حزب الله أو ما يعرف بحلف الممانعة وهم وعدوا الناخبين بأنهم سوف يعملون على إخراج البلاد من الأزمة القائمة ومنذ اللحظة الأولى دعا جعجع هؤلاء جميعا إلى توحيد الجهود من أجل إصار رئيس يستطيع أن يخرج البلاد من الأزمة لذا فحين يتحدث عن الأفريقاء حكما لا يعني حزب الله بل يعني الأفريقاء السياديين والنواب التغييريين الذين وصلوا بعد حراك سبعة عشر تشرين لأن حزب الله ومن يدور بفلكه يمثلون النهج القائم النهج محور ممانعة النهج الذي ضرب علاقات لبنان مع الأشقاء العرب النهج الذي يعيق أي عملية جدية لخروج لبنان الأزمة الاقتصادية التي يغرق بها اليوم من يدور بفلكه هل تقصد هنا التيار الوطن الحر وبالتالي ليس من ضمن الأفريقاء الذين قصدهم الدكتور سمير جعجع إن الطيار الوطني الحر أو الوزير سمين فرنجية أو حركة أمل الجميع جميع هذه الأفريقاء هي أفريقاء في محور هذا المحور يتمثل بدعم سلاح حزب الله غير الشرعي في لبنان هذا المحور يتمثل بالقبول بواقع وجود دولة على حساب الدولة في لبنان فبطبيعة الحال الطيار الوطني الحر ليس من ضمن الأفريقاء التي يدعوها الدكتور جعجع لرص الصفوف إلا إن اختار الوزير بسيل وطياره دعم المرشح الذي قد تتوصل له جميع هذه الأفريقاء أي قوى التغيير والطيارات السيادية والإصلاحية في لبنان حتى هذا اليوم هل من توافق يقع ما بين الكتائب القوات اللبنانية المستقلين التغييرين هل تعتقد أنه بالإمكان التوافق بين هؤلاء الأفريقاء على اسم موحد لرئيس الجمهورية أم أن ربما هناك صعوبة في ذلك لأن توجهات القوات التغييرية وبرامجها ربما لا تتلاقى مع توجهات مثلا القوات اللبنانية أو حزب الكتائب إن أردنا المقارنة منذ 15 أيار إلى اليوم أي منذ أغلاق صنديق الاقتراع يمكن القول أن التقارب بين هذه الأطراف يتقدم بشكل إيجابي ونحن نشهد عملية التواصل أصبحت بشكل علني أكثر فأكثر بين عدة أفريقاء ليس فقط بين الكتائب والقوات اللبنانية بل أيضا بين مجموعة من المستقلين وبين مجموعة 13 أو الكتلة النواب تغييريين الذين اقترحوا مبادرة وهم يجولون بها على الأفريقاء اليوم من هنا يمكن القول أن المناخ تصاعدي نحو العمل من أجل توصل إلى باقة من الأسماء خصوصا أن المعايير الموضوعة من قبل التغييريين والأحزاب الإصلاحية والسيادية تتقاطع في نقاط عدة حول طبيعة الرئيس المطلوب للمرحلة المقبلة سألت إلى موضوع المواصفات للرئيس المقبل للجمهورية اللبنانية أستاذ وليد إذن أولوية أساسية بالنسبة للتيار الوطني الحر أن لا تدخل البلاد في مرحلة الفراغ الدستوري ويجري احترام المواقيد كيف يعمل ربما التيار الوطني الحر على تجنب سيناريو فيه تتولى حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية إن وقع الفراغ بحال وقع الفراغ لا سمح الله نحن نستبق هذا الموضوع وندعو الرئيس نجيب ميقاتي إلى التنسيق الدائم والتشاور اليومي مع رئيس الجمهورية للخروج بتشكيلة حكومية قبل 31 تشرين الأول القادم إذ أن حكومة تصريف الأعمال ليس لها أي صلاحيات لتجتمع أقله هذه الحكومة الحالية أي حكومة تصريف الأعمال لم تجتمع منذ 15 أيار أي منذ إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة وهي بطبيعة الحال مع إجراء الانتخابات تعتبر الحكومة بمثابة المستقيلة وتاليا هي اليوم تصرف الأعمال في الإطار الضيق إذا كنا نتجه إلى مرحلة فراغ رئاسي وهناك استحقاقات كبيرة وعلى سبيل المثال هناك ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل هناك ملف صندوق النقد الدولي وتوقيع اتفاقية التفاهم مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات للخروج من الأزمة الاقتصادية هذه القرارات الكبيرة والمصيرية لا تستطيع حكومة تصريف الأعمال أن تتصدى لها وتاليا نجيب مقاطي بصفته رئيسا مكلفا عليه التشاور الدائم مع رئيس الجمهورية للتوافق على تشكيلة حكومية ترضي الأطراف النيابية التي ستعطي ثقتها بناء على هذه التشكيلة في المجلس النيابي بناء على بيان وزاري تطرحه وتاليا هكذا حكومة تستطيع أن تقوم مهقام رئيس الجمهورية في حال حدث الفراغ لا سمح الله ولكن أعود وأؤكد نسعى كتيار وطني حر إلى عدم حصول الفراغ وندعو كل الكتل النيابية رغم تناقضاتها إلى المشاركة في أي جلسة نيابية يدعو إليها رئيس المجلس النيابي وأنا هنا بين هلالين أؤكد أن المعطيات بين الشعب اللبناني واضحة وبين الإعلاميين تشير إلى عدم توافق كما ذكر ضيفك على أي مرشح لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة على الساعة ونواب الـ 13 أو غيري من الكتل لم تتفق مع كتلة القوات اللبنانية أو الكتائب وغيرها فهذه الكتل هي كتل مشتتة وأكبر تجربة هي تجربة تسمية رئيس حكومة مكلف أي تسمية الرئيس ميقاتي حين كانت هذه الكتل مشتتة ولم تتفق على اسم مع أنه لو اتفقت على اسم لربما كانت تيار الوطن الحر وقف إلى جانبها وتمت تسمية رئيس آخر للحكومة غير الرئيس نجيب ميقاتي طيب هذا يقود إلى السؤال ما الذي يعيق اليوم أن تتشكل هذه الحكومة كي تتسلم صلاحيات الرئيس الجمهورية إن وقع هذا الفراغ رغم أن الاطيار الوطن الحر متمسك بأن يجري تجنب هذا الفراغ ما الذي يعيق التشكيل أستاذ وليد الذي يعيق التشكيل هو الرئيس ميقاتي نفسه الرئيس ميقاتي ليس لديه النية حتى الساعة لتشكيل حكومة هو يعتبر أن حكومته الحالية تفي بالغرض لكن بطبيعة الأحوال هذه الحكومة أو المسودة التي قدمها الرئيس ميقاتي إلى رئيس الجمهورية والتي أصبح عمرها حوالي ثلاثة أشهر لم يجري عليها أي تعديل منذ ذلك التاريخ ولم يتشاور مع رئيس الجمهورية وفقا للدستور ويحاول التوافق معه على تشكيل حكومية تراعي التوازنات الطائفية والتكتلات النيابية في المجلس النيابي وتاليا العقدة الأساسية في تشكيل حكومة حاليا هو الرئيس ميقاتي نفسه لا يريد تشكيل حكومة ويريد إضاعة الوقت وصولا إلى 31 تشرين ما مصرحته بذلك أستاذ وليد هو يعتبر أنه سيرث مقام رئاسة الجمهورية حتى لو كانت حكومته حكومة تصريف أعمال لكن الدستور واضح في هذا الشأن هناك صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية لا يستطيع لا رئيس حكومة ولا رئيس حكومة مكلف ولا رئيس حكومة تصريف أعمال ولا مجلس وزراء مجتمعا أن يحصل على هذه الصلاحيات وعلى سبيل المثال إذا لم يشكل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي حكومته بالتوافق مع رئيس الجمهورية قبل 31 تشرين هذه الحكومة أي حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تجتمع لاتخاذ أي قرار كما هو واقعها اليوم وتاليا من أعلن من وشوش في أذن الرئيس ميقاتي أنه من الأفضل عدم تشكيل حكومة لأنك ترس هذا المقعد بعد 31 تشرين خاطئ دستوريا ونحن ننبه رئيس ميقاتي ومن خلفه أن أي خلل بالدستور أو أي انتهاك للدستور سوف يكلف اللبنانيين جميعا غاليا ونحن نأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة أستاذ جورج لا أدري أن كنت ستتطفق مع هذا التحليل ووجة النظر الذي عبر عنه أستاذ وليد بأن المشكلة والعقنة عند رئيس الوزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وليس في قصر بعبده أولا يجب أن نكون واضحين دستور لبناني لم يحدد طبيعة الحكومة التي تسلم هو كان واضحا دستور لبناني على الرئيس الجمهورية بـ 31 تشرين أن يخلي قصر بعبده وتنطق المهامه إلى الحكومة ولم يحدد أن كانت الحكومة كاملة تصلاحيات أم حكومة تصريف أعمال هذا أولا ثانيا بالأمس البطريارك الماروني الذي يعتبر الغطاء الأساسي مسيحيا كان واضحا وقال تسقط ولاية الرئيس عون في 31 تشرين بغض النظر عن واقع الحكومة فهذا العمر مبتوط لأنه لا يمكن أن يكون هراكة فراغ بل استمرارية في الحكم بغض النظر الحكومة إن كانت مستقيلة أو كانت حكومة تصريف أعمال الدستور واضح في هذه النقطة فيما يتعلق بمسألة تشكيل الحكومة أتصور عن الشروط والشروط المضادة يعني نحن على سبيل المثال يدعو الرئيس عون أو رئيس تيارة نية الحر الوزير جبران باسيل يطالبون بأن تكون يضاف إلى هذه الحكومة مؤلف من 24 مقعدا ستة وزراء دولة سياسيين وهذا أحد الألغام أو المشاكل وبطبيعة الحال يريد الوزير باسيل أن تكون حصة المسيحية أي سلاسة وزراء له وهذا يؤشر إلى المنحة منحة قبضة باسيل على الحكومة المقبلة الرئيس مقاتي يرفض هذا الأمر أتصور أن الشروط والشروط المضادة بين من جهة عبدة ومن جهة مقاتي هي التي تحول حتى الآن دون تشكيل الحكومة أستاذ جورج الدستور يشير أنه لا يمكن للرئيس الجمهورية أن يبقى ولو دقيقة واحدة بعد 31 تشرين الأول أكتوبر المقبل حيث يشكل ذلك مخالفة الدستورية هل يمكن في الوقت ذاته تمديد فترة رئيس الجمهورية لبضعة أشهر لإعطاء ربما الفرسة للمشاورات الجارية من أجل التوافق على رئيس الجمهورية وإزالة ربما التشنجات وكذلك الخلافات هل هذا ممكن؟ يعني منذ الطاعف إلى اليوم جرى تمديد لرؤساء الجمهورية ولكن في حقبة الاحتلال السوري عمليا كان يتم تمرير هذه المخالفة عبر التصويت عليها داخل مجلس نواب وشرعنت هذه المخالفة ولكن اليوم حكما في ظل المشهدية الموجودة في مجلس نواب لا يمكن تأمين الأصوات المطلوبة لمخالفة الدستور عبر التمديد للرئيس ميشيل عون فالأمر من سابع مستحيلات طيب أستاذ وليد يعني من بينما قرأته في إطار الإعداد لهذا الملف أنه قد يلجأ تيار الوطن الحر إن تعذر تشكيل الحكومة إلى سحبه ربما الوزراء من حكومة نجيب ميقاتي الطلب من أنصاره الخروج إلى الشارع هل هذا ما يفكر ربما به التيار الوطن الحر إن تعذر التقايد بالمواقع الدستورية ولم تتشكل الحكومة والأمور ذهبت إلى ربما أن تذهب أن تتولى حكومة تصريف الأعمال الصلاحية لرئيس الجمهورية التيار الوطني الحر لن يكشف أي ورقة أو أي خطوة سيقوم بها في المستقبل سننتظر ما سيقوم به الرئيس ميقاتي وسننتظر دعوة الرئيس بري إلى اجتماع لمجلس النواب وسننتظر وصول تاريخ 31 تشرين الأول ونرى كيف كانت أو كيف ستجري المستجدات وتتلاحق الأحداث وبناء عليه سيكون للتيار الوطني الحر موقف ولكنه لن يعلن هذا الموقف مسبقا لكن هناك استشارات داخلية داخل التيار ليكون لنا موقف من أي حدث مستقبلي يجري في هذا الملف أو ذاك الملف نحن في جهوزية تامة سياسية لأي موضوع ونحن سيكون لنا رأينا وموقفنا في العلن وليس في السر نعم أنا أشكرك من بيروت وليد الأشقر عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر وكذلك ضيفي جورج عكوري الكاتب الصحفي شكراً جزينا لأكوبا شكراً جزينا للمتاقة دورة شكراً لكم